السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي متابعي قناة سمارت انجليش في كل مكان واي زمان بحبكم جدا وربنا يعلم اخباركم ايه حضراتكم عاملين ايه يارب تكونوا دايما بخير بتمنى لكم التوفيق في اختبار التويفل وبصفة عامة التوفيق والسداد في كل ما تتمنون نهاردة شباب معانا قطعة في غير من الهمية ودي انتقالة بسيطة هنطلع من قسم الى قسم وده مهم ان احنا ننوع ما بين الاقسام بتاع اختبار التوفيق عشان نرفع من كفاءة حضرتك في كل قسم على حده انا قطعة في غاية من الاهمية شباب وتابع معي كويس جدا ما تسيبش ولا جزئها في الفيديو ده لانه مهم للغاية بجد يعني تمام طيب ايه مدى اهمية هذا الفيديو ليه مهم جدا لانه بيحتوي على قطعة فهم اسمها اللي هو وده عبارة عن ودي النيل زائر الدلتا القطعة دي تحديدا بتكرر بنسبة مية في المية في اختبارات التوفيق المتنوعة الوقت الحالي فمهم جدا تركز عليها وتفاصيلها فيلا بينا نشوف تفاصيل عن قطعة ودي النيل والدلتا ولكن بعد الفاصل اهلا بيكو يا شباب انا انوار ودي قناة سمارت انجليش اللي اول مرة يشوفنا ويتعرف على القناة ياريت يفعل زر الجرس على اشارات الكل ويشترك معنا في قناة سمارت انجليش حتى يتمكن من متابعة كل جديد وحصري على القناة على بركة الله يا شباب يلا بينا نبدأ وزي ما تعودنا بس كده تنويه سريع ان احنا قبل ما بيخش فيه شرح قطعة ريدنج لازم نطلع حاجة اسمها ليه مهمة بقى المين ايديا يا شباب وحنا قلنا الكلام ده كتير قوي اللي متابع قوائم التشغيل هيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله ان دايما ومهم جدا انك تتعرف على المين ايديا الفكرة الرئيسية جوه القطعة عشان تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه لان طبعا زي ما انت عارف ان فيه وقت محدد لكل قطعة وعلىها مجموعة اسئلة فطبعا الوقت ده ما بيكونش كافي بالنسبة لكتير من حضراتكم وبيقابلوا صعوبة في ضبط الوقت وكتير من حضراتكم بيشتيك وبيقول الوقت مش كفاية وده بيديك انطباع او مؤشر ان حضرتك ما تدربتش بشكل كويس جدا لان التستر اللي وضع الاختبار ده بيبقى مركز كويس جدا وعارف ان الوقت ده بيعتبر او كافي بالنسبة طيب يلا بينا نشوف الفكرة الرئيسية بيقول يا شباب يعني ودي النيل والدلتا في مصر اللي هو بيعتبر اكبر او اكثر واحة مركزة على اللي هو كوكب الارض بيقول انها يعني تم انشاؤه عن طريق ثاني اطول نهر في العالم ويبدو عليه ان هو مصادره لا تتوقف كلمة معناها متجددة باستمرار يعني لا تتوقف يبدو عليه انها مستمرة هذه المصادر بيقول يعني بدون القناة التوبغرافية او الشكل التوبغرافي وده علم طبعا يختص به دراسة اسطح القشرة الارضية التي تمد النيل بتدفق عبر الصحراء مصر كانت هتكون بشكل كامل عبارة عن صحراء تمام ده معنى الكلام وبرضو ايضا لو خدنا فكرة سريعة عن بيقول النهر النيل ده عبارة عن مجموعة من ثلاثة انهار مع بعض اللي مصادرها بتعتبر في منتصف قارة افريقيا هما من بقى سيدي النيل الابيض النيل الازرق النيل الازرق اللي هو نهر عدبرة يبقى اريضا في الفقرة اثنين بيتكلم على مجموعة انهار كونة نهر النيل بشكل عام وفي الفقرة الثلاثة بيقول في منتصف وجنوب السودان بيقول النهر الابيض او النيل الابيض بيعبر خلال منطقة مسطحة مغطى بنباتات المستنقعات واحيانا يتباطئ جدا لدرجة التجمد او توقف كلمة معناها الركود بيقول ايضا اللي هو النيل الازرق اللي موجود بشكل اصلي من بحيرة التانى في مدينة او في دولة اثيوبيا بيمدنا بتقريبا 58% من ميات نهر النيل في مصر ايضا في اخر فقرة يا شباب بيقول على غير شبيه النيل الابيض بيحمل كمية كبيرة جدا من الرواسب بيبقى الفكرة العامة كده وضحت عن الثري او الفور باراغرافز اللي موجودة معنا النهاردة في قطعة ودي النيل والدلتا انه بيتكلم عن تركيبة النق الوادي والدلتا وازاي تكونت بيشرح تفاصيل نهر النيل وايضا كمان بيدينا تفاصيل عن الثلاثة نهار التي كونت نهر النيل وانه بيعبر من مكان لاخر وكل نيل اللي دوره وكمية من المياه اللي بيمد بها نهر النيل عبارة عن قد ايه تفاصيل كبيرة جدا يلا نروح على ونبدأ به على طول مباشرة بيقول في نمبر وان خلي بالك بقى من وهنا لازم نوضح جزئية مهمة جدا يا شباب ما الذي لم يصف نهر النيل فيه ثلاث خيارات هنا ده بنسميه في اللغة كده عشان حضرتك تبقى فاهم انت بتعمل ايه مش ماشي بس تحل وخلاص لازم نوضح نوع السؤال اللي هو نوع السؤال طبعا ده اسمه يعني السؤال الخاص بي نفي الحقائق يعني كل ده موجود معادة واحدة طبعا هل ان ودي النيل ده او نهر النيل ده انه يتدفق من الجنوب الى الشمال دي حقيقة وموجودة فدي صح موجودة معانا انه يتدفق الى البحر المتوسط ودي حقيقة ايضا موجودة معانا لكن اللي مش موجودة بقى او اللي هي غطأ بيقول it is the world's longest river ده اطول نهر في العالم تمام؟ هذا على خلاف القطعة ودي طبعا الاجابة السلمة عنا نوبر سي ونطلع على القطعة عشان نأكد هذه المعلومة هو بالدليل والدليل يا شباب زي ما حضركم شايفين في اول قطعة وما تنساشين ده first question وترتيب الاسئلة مهم جدا ان السؤال الاول دايما يا شباب بتلاقيه في اول سطرين فبيقول was created اللي هو الريفر نايل او النيل فالي was created by the world's second يبقى هنا تاني اطول نهر في العالم تمام؟ يبقى نهر النيل الحقيقة التي لم تذكر عنه انه هو يكون اول نهر في العالم لا هو بيقول انه تاني نهر في العالم لذلك الاجابة السلمة معانا في هذا السؤال يا شباب زي ما قلنا ان رقم c هي ادق اجابة لانه بيقول was not لم تكن موجودة انه هو يكون اول نهر في العالم ده شيء غير صحيح تبقى للقطع نشوف ننبر تو يا شباب مباشرة بيقول what is another word of supplies يعني ما هو المعنى الاخر لكلمة supplies in the second paragraph في الفقرة الثانية هل takes ولا flows ولا provides على طول directly ده طبعا اللي هو vocabulary question نوع السؤال هنا اسمه vocabulary question والسؤال ده بيتجاوب عليه ان انت بتقرأ الكلمة وتحطها في context يعني في نص كامل ومن خلال النص بتعمل حاجة اسمها expectation يعني توقع او guessing يعني تخمين لهذه الكلمة تعال ننفس الكلام ده مع بعضه بسرعة وادي كلمة supplies اللي موجودة معنا يا شباب في paragraph number two وعشان نطلع المينج بتاعها لازم نقرأ تقريبا كده الجزئية دي كاملة عشان نحطها في سياق جملة ونبدأ نفهم بتقول ايه فبيقول بيقول النيل الابيض الذي يبدأ تقريبا من عند بحارة فيكتوريا فيه دولة اوغاندا بيمد كلمة supplies يعني 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 يمد يبي يمد من النهر النيل بتقريبا 28% بحوالي 28% من المياه الخاصة او اللي جاي المصر يبقى كلمة supplies هنا بقى معناها يمد او يتيح تعال نشوف فق الخيارات ونطلع مباشرة على question number two يبقى كلمة supplies هنا هل تيكس بياخذ ولا فلوزي يتدفق لا طبعا الاجابة رقم c provides يعني يمد او يتيح ونروح مباشرة على question number three بيقول أين يقترن او بيدخل النيل الازرق مع النيل الابيض تمام اخد على طول كلمات مفتاحية the blue nail ونطلع على طول على القطعة لنبحث عن الاجابة الصحيحة وزي ما حضراتكم شايفين ده الدليل على الاجابة يا شباب في هذه الجملة بيقول it has a steeper guardians and flows more swiftly than the white nail which it joins at خرطوم تمام هو هنا بيتكلم على البلو نيل بيقول the blue nail which originates at lake tana النيل الازرق اللي موجود في بحار التانى in اثيوبيا في دولة اثيوبيا provides an average بيمدنا بمتوسط تقريبا 58% of the niles waters in Egypt بنسبة 58% من ميات النيل لمصر بيقول بيتدفق بسرعة كبيرة جدا الى النيل الابيض الذي يلتقي معه في مدينة الخرطوم يبقى مكان التقاء النيل الابيض بالنيل الازرق هو مدينة الخرطوم في السودان وكلمة جاينز لو حضرتك مركز كويس جدا هتلاحظ انها موجودة في السؤال ككلمة مفتاحية اهي زي ما حضرتك شايف كده يبقى اذا على طول الاجابة السليمة في رقم ثلاثة هي كلمة خرطوم النمبر اي ونروح مباشرة على كويتشن نمبر فور بيقول يعني في اي دولة بيبدأ النيل الابيض على طول ناخد كلمة ونروح نشوف معلومات خاصة بهذا الجزء في القطعة ونطلع الاجابة السليمة ولو رجعنا مباشرة للقطعة الدليل على وجود النيل الابيض موجود فين تحديدا بيقول The White Nile Which begins at Lake Victoria in اوغندا هذا النيل الابيض موجود في بحيرة فيكتوريا في دولة اوغندا يبقى الاجابة السليمة معانا في نمبر فور يا شباب هي كلمة اوغندا لانه سألك عن مش سألك عن تمام خلي بالك في ناس ممكن تختلف على هذا الجزء ويقولوا ان الاجابة رقم اي دي موجود في بحيرة فيكتوريا هو صحيح المعلومة ده ولكن السؤال ركز فيه كويس جدا وده التفاصيل اللي بديها في سمارت انجليش هو بيسألك هنا عن الدولة ولا عن البحيرة وبيقول What country يبقى حضرتك تركز كويس وتبقى فاهم انه بيطلب منك اسم الدولة التي ينبع منها هذا النيل الابيض الاجابة اوغندا تبقى لقطعة زي ما شرحنا انفة ونروح على question number five يا شباب يقول What created the Nile Valley and Delta ما الذي تسبب في تشكل وادي النيل والدلتا طبعا واضحة جدا من خلال الاجابات يعني النيل اللي هو النيل بتاعنا اللي هو عبارة عن مجموعة انهار تلاتة قلنا النيل الابيض النيل الازرق ونهر عدبرة التلاتة دول شكلوا وادي النيل او نهر النيل بطوله وامتداده من مراكز ووسط افريقيا يبقى automatic الاجابة الصحية على الرقم خمسة هي the Nile ولازم برضو نجيبها من القطع وزي حضراتكم ما شايفين ده الدليل على وجود نهر النيل هو الذي قام بتشكل ودي النيل والدلتا وقام بتشكيل ودي النيل والدلتا الاجابة بيقول was created by اللي هو Nile Valley and Delta was created by the world's second longest river يعني قام هذا النهر تاني اطول انهار العالم وهو نهر النيل قام بتشكل ودي النيل والدلتا ونشوف مع بعض يا شباب question number six بيقول if it were not for the Nile River what would ايجبت بي اذا لم يكن هناك نهر النيل تماما كات مصر هيكون شكلها ازاي طيب الاجابة الصحيحة هي طبعا desert عمرها ما تكون delta ولا oasis ال oasis دي واحة والدلتا اللي هي الدلتا ما بين نهرين النيل او فرعي نهر النيل تمام لازم تكون desert طب هتلينا الدليل من القطع عشان ناكد المعلومة دي يلا بين وزي ما حضراتكم شايفين ده الدليل على ان لو لم يجري نهر النيل في مصر ستصبح صحراء بيقول without the topographic channel بيدون القناة التوبغرافية that permits the Nile to flow across the صحراء التي سمحت لنار النيل ان يجري ويسري في الصحراء ايجبت would be entirely desert سوف تصبح مصر بشكل كامل جدا صحراء يبقى ده الدليل من القطع على ان مصر لو لم يجري فيها نهر النيل كانت حتكون عبارة عن صحراء ونشوف number 7 بيقول does not describe the blue nile ايه الحاجة التي لم تصف النيل الازرق وده طبعا السؤال الخاص به negative factual information question يعني السؤال الخاص بنفي الحقائق لازم تتعلم يعني ايه نوع السؤال وتتعرف عليه عشان يبقى سهل جدا تتعامل معاه طيب بيقول هاخد كلمة مفتاحية الكي وورد بتاعتي اللي هابحس عنها في القطعة واشوف كل المعلومات المتاحة بالنسبة لهذه الكلمة المفتاحية واستخرج منها الاجابة السليمة التي لم تذكر في وصف النيل الازرق يلا بينا على القطعة نجيب الدليل من القطعة وده الدليل في القطع على كل التفاصيل الكاملة على النيل الازرق بيقول the blue nile which originates at lake tana in اثيوبيا بيقول النيل الازرق الذي يوجد بشكل اصلي في بحيرة التانية في دولة اثيوبيا provides an average of 58% of the nile waters in Egypt بيمد مصر بنسبة 58% من المياه الخاصة بنهر النيل and the flows more swiftly than the white nile which it joins at خرطوم وايضا بينحضر بشكل جديد جدا ويتدفق بسرعة جدا مع التقاؤه مع النيل الابيض الذين يلتقون في مدينة الخرطوم في السودان يبقى دي كل المعلومات الكاملة انه هو خرج من بحيرة التانية في اثيوبيا وبيمد مصر بـ 58% من ميات نهر النيل وبيانحضر بشكل جديد جدا وبيتحرك بسرعة حيث يلتقي مع نهر او النيل الابيض في مدينة الخرطوم تعال نشوف ونقرن هذه المعلومات في زينك على اللي موجود عندي في الخيارات في هذا السؤال تمام ونشوف اضاق اجابة على هذا السؤال في رقم 7 بيقول ما الذي لم يصف النيل الازرق انه يبدأ من بحيرة التانية دي موجودة فعلا وهذه ايضا موجودة في القطعة بش هنختارها هو هنا معنى كلمة نوت يا شباب ان كل دي حقائق عن النيل الازرق ما عدا واحنا احنا عايزين بقى الواحدة دي تمام عشان بس تبقى فهم انت بتعمل ايه هو ما قالش ان مصادره في ليك فيكتوريا وبناء عليه دي الاجابة الصحيح تمام بيحمل الكثير من الرسوبيات او طام يعني او الرواسب دي حقيقة فعلا موجودة لذلك الاجابة الوحيدة الصحيحة ما بين خيارات هي الاختيار رقم ب هو ما قالش ان المصادر بتاعته او خرج من بحيرة لكنه خرج من بحيرة التانية في رقم ايه صحيحة اما الاجابة الصحيحة بشكل عام في سؤال سبع يا رقم ب شوف نمبر بيقول ما معنى كلمة الموجودة في الفقرة الاولى يلا بينا نطلع على الفقرة الاولى ونشوف معناها ايه وازاي ما حدركوا شايفين دي كلمة ولازم عشان تقرأ معنى الكلمة صح وتحطها في سياق وتحل هذا السؤال الخاص بالفقابل من الاسئلة اسمه سؤال المراضفات طيب عشان اقدر اطلع معنى كلمة يا شباب لازم ارى من قبلها شوية وبعدها شوية عشان نحط الكلمة هذه في سياق ليتضح معناها من خلال الجملة يقول يعني بالوادي النيل اللي هو يعتبر واحة رائعة ومركزة جدا على كوكب الارض تم تشكله عن طريق اطول ثاني نهر في العالم والذي يبدو ان مصادره غير منقطعة هنا معناها متجددة باستمرار او غير محدودة لا يمكن انقطعها مستمرة باستمرار تمام يبقى نطلع على الخيارات ونشوف سؤال تمانية الاجابة الدقيقة معنا التي لا تنتهي بلا نهاية لكن معناها محدد معناها ايضا محدد الاثنين دول معناها محددين لكن بلا حدود معناها غير منقطع ولا يتوقف ابدا بالشكل ده يا شباب دول ال8 اللي موجودين على قطعة واد النيل والدلتا حلناهم مع بعض بسرعة وبدقة اتمنى اكون في حضرتك من هذه القطعة قطعة واد النيل والدلتا القاهرة بشكل اساسي وانواع التوفل المختلفة اتمنى لكم التوفيق والسعادات في اختبار التوفل ارقة حياتي لحضرتكم ما تستاش اللايك والشير واشوفكم دائما على الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته